بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم كل لباس ليس مشروعاً يجلب النظر إلى لابسه لخصته أو نفاسته كل لباس ليس مشروعاً هذا يخرج اللباس المشروع مثل رفع الثوب فوق الكعب رفع الثوب فوق الكعب قد يلفت النظر إليك في بعض البلدان إذا دخلت على القوم وقد رفعت ثوبك قليلاً أو بانطالك قليلاً عن الكعب كأنه دخل عليهم مضحك كلهم ينظرون ويضحكون هذا ليس لباس شهرة هذه إحياسنة تؤجر عليها وصبرك على أذى الناس تؤجر عليه إذن كل لباس ليس مشروعاً هذا يخرج اللباس المشروع كون المرأة تتجلبب وتلبس الجلباب الساتر للزينة في بعض البلدان يجعل كل الأنظار تنظر إليها ويسائر في الطريق الكل ينظر إليها هذا ليس لباس شهرة هذا إحياسنة ونقصد بالسنة الدين عموماً وليس ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كل لباس ليس مشروعاً ليس مشروعاً لا يعني أنه محرم لكن لم يشرع لم يحث عليه لم يطلب يجلب النظر إلى لابسه لخصته يلبس ثوباً مرقعاً وهو ما شاء الله غير محتاج حتى أن الناس ينظرون إليه هذا لباس شهرة يلبس ثوباً يعني متسخاً حتى أننا نستنظر إليه ليس لضرورة ولا حاجة لكن هكذا يلبس أو في زماننا مثلاً يلبس ثوباً غير مكوي من غير حاجة لكن هكذا يريد أن يلبس أمام الناس حتى أنه إذا خرج الناس تنظر إليه ما به هذا لباس شهرة أو لنفاسته لا يلبسه أمثال في العادة فيلبس لباساً يلفت النظر إليه لأنه غالي أو لأنه متميز هذا لباس شهرة ما عندنا يا إخوة ما يقال يعني التميز في اللباس يريد أن أكون صاحب شخصية صاحب تميز في لباسي إذا وصلت إلى درجة أن الناس ينظرون إليك في لباسك فهذا لباس شهرة وقد يكون أيضاً بلونه يلبس ثوباً بلون لا يلبس في البلد فإذا خرج الناس ينظرون إليه هذا لباس شهرة إذن اللباس الذي يجعل الناس ينظرون إليك فهو لباس شهرة إلا إذا كان مطلوباً شرعاً فإنه من إحياء الدين والسنن إذا كان  شهرت فهو لن Здرب وبدأ إلى أخبر حلب ؟ الصحبي مال أخبر ؟